أهلا بك يا دكتور نورح أهلا بحضرتك ضغط السنوية العامة؟ ضغط للطالب ولا ضغط للأسرة؟ الاتنين طب نبتدي من فيهم؟ بصي بقى نبتدي بالأسرة عشان تعرف لما تضطر على إحنا نقوله ده هيبقى الاتنين هيستريح تمام؟ خلينا أقول إن الفترة السنوية العامة عليها بروباجنة كبيرة ولكن كمثل أي شيء لو إحنا بسطنا الأمور عن نفسنا الأمور هتبقى بسيطة بجد يعني على حسب نظرتك للأمر هتشوفها كبيرة هتبقى كبيرة قوي هتشوفها بسيطة وردو هتبقى مهتم بيها هتبقى الدنيا بسيطة طيب خلينا نقول إن إحنا عشان يبقوا أي حد بصفة عامة حتى عايز ينجز أي حاجة في حياته سواء كان ده بصفة عامة أو حتى الانتحانات بشكل خاص مهم قوي إن أنا خلي الولادي يوصلوا إلى أعلى نقطة التركيز عنده أعلى نقطة التركيز دي في علم النفس اسمها المايند فلوستيت اللي هي حالة التضفق الزهني إيه المقصود بيها؟ هي الحالة اللي بيكون الموقف فيها في أكثر وقت في حضور لي ونشاط ومنجز جدا ومنتج جدا الوقت ده كده بالعام إحنا بنا أعليلي وقت البركة لأنه ممكن أكون بقالي شهورة هو في الكلية بتاعتي مش أولا في السنوات العامة أقبزك كل أسبوع بتاع ده فصل وفي يوم واحد ممكن أخلص عشرة يوم واحد أخلص اثنين تلاتة دي بقى هالفكرة أنا بتكلم عليها طيب دي بتحصل إيه؟ لا إرادية ولا بتحصل بمساعدة حاجات نفسية ما أنا هيستجالك أهو إحنا بقى إزاي نوصل للمرحلة دي دي لها استعداد سايكولوجي واستعداد فسيولوجي يعني نفسي وجسدي واللي اتنين مرتبطين ببعض ما قدرش أفصلهم أبدا يعني ما قدرش الكامعة جايب نفسي واخفى للجانب الجسدي طيب بتاع الكامعة ناحية نفسية إيه الفكرة فيها؟ الفكرة أن دايما معظم الطلبة في وقت ما يكون فيه في امتحان أكتر شعور بيسيطر عليهم هو الوحدة والغربة بيحس من كتره خوفه من كتر أن أنا مش عارف خايف أن أنا أفشل أمال أهلي وأنهم ما عايزيني أوصل لحاجة وعايزيني أبقى الدكتورة ولا عايزيني أبقى المش عارف إيه ونظرة المجتمع بيبقى عنده خوف شديد جدا حتى لو كانش عطر بيبقى خايف فشعور الوحدة ده أنا بغلب عليه إزاي؟ أو أنا خلي ابني عديها إزاي؟ إنه أنا حتويل إنه ما عادش أوتره بقى وإحنا عايزينيك توصل لكذا وعايزينيك تجيب كذا وعايزيني بص كل دي يعتبر ضغوط عليه وديله الأوصاف الدكتور محمد بالضبط الدكتورة ألاء لا إحنا عايزينيك تجيب 100% 99% ماشي كلامنا كان في الأول السنة الفترة دي بالذات أنت كده بتزود الضغط عليه بتخليه طول الوقت حاسن فيه فعلا بوع بوع أو أي وصف غير ده من راحة خالص أنا هجيبه وأكلومه وراحة أقوله أنت متقبول في كل الأحوال بس تعمل اللي عليك ترضي ربنا بس في اللي أنت بتعمله اعمل اللي عليك أنت عايز توصل لإيه الحاجة اللي تخلي الدنيا تمشي إن أنا أكون وهذا فيه واضح قصادي أنت عايز توصل لإيه أصلا إيه اللي كانت تارجد بتاعك من كل اللي أنا بنعمله ده عايز أخش كذا عايز أبقى كذا أنا أميري كانت كذا طيب اشتغل يلمي على نفسك وركز في الفترة دي عشان توصل اللي أنت عايزه